موسيقى بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهاردة 27 طوبة الكنيسة بتحتفل بتسكار رئيس الملايكة سوريال وبتحتفل باستشهاد القديس ابو فام الجندي وبتحتفل باستشهاد القديس سرابيون وبتحتفل كمان بنقل القديس جسد القديس تيميساوس احنا من يومين كنا احتفلنا باستشهاده لكن علشان كان فيه اتكلمنا عن احد الاباء النهاردة هنتكلم عن القديس تيميساوس بس الاول القديس الرئيس الملايكة سوريال لازم نقول الكنيسة بتهتمي بي ازاي اولا هو احد الرؤساء الكبار في الطغمات السمائية ونقول هؤلاء المنيرون العظماء الاربع المنيرون العظماء ورئيس الملايكة سوريال في سير قدسين كتار من الشهدة اتقال ان هو كان اللي بيقف جنبهم وبيقدم لهم المعونة عشان كده بيتقال عليه ان هو معين الشهداء بجانب ان الموضوع الكبير الرسالة بتاعته ان هو بيقول المبوق بالفرح يعني اللي معاه البوق وبيعلن الفرح عشان كده هو اللي هيبوق في المجيء التاني بيعلن مجيء المسيح وهيبوق ايضا يعلن الابدية السعيدة عشان كده هو اسمه مرتبط بالفرح دايما المبوق بالفرح لكن النهار ده زي ما قلت لحضراتكو احنا هنتكلم عن القديس تميساوس تلميس بوليس الرسول احد الاباء اللي ليهم رسلتين باسمه بعضهم القديس بوليس الرسول تميساوس معناها طقي الله وهو كان من ام يهودية ومن اب يوناني ولانه ابو يوناني كان واسني فهو ما كانش مختتا يهوديا امه اسمها افنيكي وجدته لويس لان بوليس الرسول قال اسمائهم دول علامة على انه هما سلموا الايمان وسلموا الكتب المقدسة بتطلع عهد القديم لتميساوس الرسول وامن على العيلة كلها امنت على ايده الجدة والام وتميساوس الرسول في رحلة بوليس الرسول الاولى لما راح دربة ولسترة هما كانوا من سكان لسترة القديس تميساوس لما راح بقى بوليس الرسول ليه في المرة التانية اخدوا معاه كخادم اعتبروا احد اولاده وشوية شوية وجدناه الابن المحبوب كمان ليه عشان كده يقول عنه مثلا ابني ويقول عنه في رسائل الابن الصريح في الايمان ومرة تانية يقول عنه الابن المحبوب القديس تميساوس حمل رسائل كتير من بوليس الرسول الكنيس وكان بيبعثوا كمان يفتقد الكنيس اللي بوليس الرسول اسسها واحيانا زي مثلا مشكلة كورونسوس مثلا بعتوا لكورونسوس عشان ينقل ينقل لهم الكلمات بتاعته وبعد كده رجع كلم بوليس الرسول عن احوال الكنيسة بوليس الرسول بعت له رسالتين من رسائل الرعوية رسائل الرعوية بتاعت بوليس الرسول ثلاث رسائل اتنين اللي تميساوس الرسول واحدة لتيتوس والرسائل الرعوية دي هي اللي خلتنا نفهم فكر بوليس الرسول في رعاية الكنيسة ايه وضع لليد علشان يكون راعي كنيسة أفاسوس سنة 63 ميلادية يعني قبل استشهاده بحاجة قليلة قبل استشهاد بوليس الرسول ومن اهم الامور ان بوليس الرسول بعت اخر ما كتب في حياته لتيميساوس اللي هي رسالته التانية ولانها كانت رسالة من السجن في المراحل الاخيرة اللي بوليس الرسول كان تعبان فيها جدا فهي رسالة تحمل مشاعر معينة وخاصة جدا معينة وخاصة لبوليس الرسول ان دي كانت اخر فترة في حياته ومعينة وخاصة كمان لتيميساوس اللي بيقوله بقى كأنها الوصايا الختامية اللي هيقولها لكل الكنيس عشان كده بوليس الرسول لما بعت لتلميس وتيميساوس هو عرفتنا كمان شخصية القديس ده هو كان شخص واضح ان هو خجول قوي وله كده شخصية لطيفة فبعت له يقوله مثلا لما بعت لكرونس قال لهم محدش يحتقروا ولكن كرموه كأنه أنا ومرة تانية يقول أخي في الخدمة ومرة تانية يقوله لا يستهن أحد بحداثتك زي ما نشوف كمان شوية في الرسائل قعد تميساوس الرسول أسقف على أفاسوس لحد أما وصل سنه 80 سنة وفي بعض المراجعة تقول لحد ما وصل 97 سنة وهو كان بيصلي هجم عليه الوسانيين وشدوه وضربوه وسحلوه في أفاسوس في شوارع أفاسوس ورجموه واستشهد وهو في السن الكبير ده وأخذ المؤمنين وضعوه في الكنيسة وبعدين في القرن الرابع لما الإمبراطور قسطنطين كان حاب يجمع كل أجساد التلاميذ والرسول عنده في القسطنطينية أخذ جسد قديسة المساوس ونقله اللي هو النهاردة نحن بنحتفل بعيد نقل جسده من أفاسوس القسطنطينية قديس كبير طبعاً وكارس كبير وربنا مد في عمره للسن الكبير أو ده 97 سنة لأنه كان يحمل وعد الكنيسة إلى العالم بولس الرسول قال له ما سمعته مني بشهود كثيرين اوضعوا أنت وناس ومناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين وبالصورة دي أصبح القديسة المساوس لابد أن ربنا يحافظ عليه لحد أما يوصل للجيل اللي بعده فهو كان عاش إلى أنه يكون هناك جيل آخر يحمل هذه الشهادة إلى العالم أول رسالة كتبها بولس الرسول ليه كانت سنة 64 يعني بعد أنه وضع اليد عليه وبقى هو قاعد في أفاسوس فبعت له رسالة علشان يقوله بعض الأمور الرعائية ليه وهو في الكنيسة بتاعته وهو كان وقتها بولس الرسول خلاص فاضله سنتين ثلاثة ويستشهد وهو كان عارف الكلام ده فحطله أساسيات الكنيسة أو حطلنا أحنا كمان أساسيات الكنيسة فقال أولاً الكنيسة هي بيت الله الرسالة الأولى لتيمساوس فيها الأفكار دي إن الكنيسة هي بيت الله لفظ لطيف قوي ولفظ محبب لينا حتى احنا نقول لأولادنا الأطفال كده خلي بالك الكنيسة بيت ربنا ده مش مجاش من فراغ ده تسليم رسولي الكنيسة بيت ربنا بيت الله علشان كل اللي بيدخل الكنيسة وهو بيعتبرها قاعة ولا بيعتبرها مبنى وبس لازم يفهم ده كلام مش ده اللي استلمنا استلمنا الكنيسة بيت الله وبيت الله معناها العرش حينما يسكن الله إذن يكون هذا المكان عرش والعرش معناها ملايكة ورؤساء ملايكة ومعناها روح الله نفسه موجود عشان كده لازم ناخد بالنا محمد داخلين الكنيسة والكنيسة كمان يقول عنها بولي السرسول في تمساوس الأولى أنها عمود الحق وقاعدته العمود والقاعدة القاعدة معناها هي الأساس بتاع الحق والعمود معناها اللي بيتبني عليه ما هو حق وما هو حق هو ما هو لله إذن الكنيسة تحمل كل الحق وكل الأساس الذي يعلن فيه رجبنا لينا ما يريد عشان كده الكنيسة بمفهمها الرسولي تختلف تماما عن مفاهيم الناس كتيرة بتعيش جوه الكنيسة الكنيسة ما هيهاش حزب الكنيسة ما هيهاش جماعة الكنيسة ما هيهاش مجموعة لها أسبقية الوجود لكن الكنيسة هي بيت Allah والكل اللي داخل لابد أنه يحن راسه لأنها بيت الله وده اللي خلى الأباء يعمله تقوس أداب الكنيسة إنك وإنت داخل لازم تحن راسك وإنت داخل والأديورة الأديمة والكنيسة الأديمة كان يعمله الأبواب وطية شويتين عشان أنه أنت داخل لازم تحني راسك كمان في الرسالة الأولى لتيمساوس كان يقوله يحافظ على التعليم الصحيح ودي كانت مهمة الراعي مهمة الأسقف ومهمة الكاهن مهمة الرعاة أنهم يحافظوا على التعليم الصحيح اللي استلموه من الكنيسة لابد أن هم يسلموه ويكون صهران على هذا التعليم حتى أنه في الرسالة الأولى يقوله عن التعليم الصحيح 8 مرات يكلموا عن التعليم الصحيح ويقوله صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاه الذي ناولهم أنا أساس التعليم الصحيح أن المسيح جاء عشان يخلص العالم علشان تكون الكنيسة هي التي تحمل هذا التعليم الخلاصي الذي يخلص العالم كله ويقول كمان في رسالته الأولى أساسيات التعليم يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس والإنسان يسوع عشان يفهمت فهمنا أن الكنيسة هي التي تحمل هذه الوسطى وبعدين يقول كمان أقوى آية قالها بولس الرسول عن سر التجسد بكل وضوح عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد علشان يدي الكنيسة هذا التعليم لابد أنه كان يوصي كمان تلميزة المساوس أن يحتفظ بهذا التعليم وقاله كمان في الأزمان الأخيرة هيجي ناس يرتدوا عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعليم شياطين خلي بالكم كل ما الزمن بيقرب من مجيء المسيح الشيطان بيحاول أنه هو يخش الكنيسة ويحاول يكسر فيها علشان زي ما قال المسيح علاو حينما يقات يجد الإيمان على الأرض لكن الكنيسة تظل قوية لأن في وعد أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها يقدم كمان في رسالته الأولى شروط الأسقف وشروط الراعي وشروط الشماس وشروط الخادم وبعدين في النهاية يتكلم عن الحياة الروحية والبعد عن الشر في العالم وبعدين يقول لقديسة مساوس يقول له اهتم بقى بالأرامل والعجائز لأن دي الكنيسة فالكنيسة إيمان مسلم راعي خدمة وده فكر الكنيسة الأولى أن الكنيسة هي إيمان وراعي وخدمة الرسالة التانية بقى مؤثرة جداً لأنها كانت قبل الاستشهاد بوليس الرسول بحاجة قليلة جداً وكان في الوقت ده بوليس الرسول بيعامل كأسير معاملة مش كويسة حتى أنه وقتها كان فيه برد ووضح أنه هما ما كانوش مهتمين به حتى قال له العباية اللي اتركتها فيه ترواس ابعتها يعني معنى هذا أنه هو محتاج عباية يدف بيها نفسه وقال له في الرسالة دي بقى بعض النقاط لكن عايز أقول بس في البداية أنه في رسالة قدسة مساوس قال عقيدة مهمة بنعيشها كنيسة أرتدوكسية وهي عقيدة الصلاة للمنتقلين يكاد يكون من المواضع الندرة في العهد الجديد يقول لأنه في الرسالة دي طلب الرحمة لأنسفوروس وده كان تنيح إذن الكنيسة لما بتصلي على المنتقلين أو لما بتذكرهم في الأداس دي عقيدة استلمتها من أباء الرسل وصى بوليس الرسول تميساوس خمس نقاط كفكرة رعائية في الرسالة التانية أولاً على مستوى كهنوت ورعاية وصى على أنه يحفظ موهبة الكهنوت اللي أخدها بوضع يده بوليس الرسول إذن موهبة الكهنوت لا يستطيع أحد أن يأخذها إلا عن طريق وضع اليد الرسولية ويقول له لأنك بقيت راعي بقى وبقيت مؤتمن على الكنيسة احفظ التعليم الصحيح وكلمة صحيح دي معناها المستلم اللي هو الأرتدوكسي كلمة أرتدوكسي معناها اللي استلم الإيمان وتمسك به ويقول له على الإيمان الوديعة وديعة دي بنقولها على شيء غالي أوي واحد بيسلمها الواحد وهو ده الإيمان ويقول له الآية اللي قلته لحضراتكم عليها ما سمعته مني بشهود كثيرين أو دعوا أنت الناس أمناء يكونوا أكفاء يسلموا آخرين بقول دايماً الآية دي فيها أربع أجيال بوليس الرسول والرسل بشهود كثيرين أو دعوا أنت اللي هما تلميذ بوليس الرسول أو تلميذ الرسل الناس أمناء دولا من الجيل اللي بعد الأباء تلميذ الرسل يكونوا أمناء يسلموا آخرين الجيل الرابع الشيء الرائع أن هذا الجيل الرابع هو جيل المجامع اللي المجامع حطت بقى أساس الإيمان عشان كده ما نعودش نقول هو الإيمان ده بقى مكتوب في الإنجيل والكلام اللي بتقوله ده قداس موجود في الإنجيل نقول لهم خلي بالكم بوليس الرسول قال ما سمعته مني أنت بشهود كثيرين أو دعوا وناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين بحسبة بسيطة الكلام ده يوصلنا لعصر المجامع اللي هو القرن الرابع القدسة مساوس أخذ كمان تعليمات مهمة من بوليس الرسول في الرسالة دي أنه يحتمل الألم كجندي صالح وأنه يجاهد حتى النفس الأخير وقال له كده إن كنا قد موتنا معه سنحيا معه أنت كجندي بقى لازم تعتبر نفسك إنك في ميدان وده حال كل الخدام كل الرعاة كل اللي بيخدمه جوه الكنيسة لازم يفهمه ده كويس نمرة ثلاثة قال له بس إوعى تظن إنك بقى ما تجاهدش على مستوى شخصي عشان يفهم كل راعي وكل خادم إنه هو على مستوى شخصي لابد إنه يجاهد فقال له إيه بقى عن الشهوات الشبابية نقول إيه ده هو الشهوات دي ممكن تحارب واحدة زي قدس المساوس أقول لك طبعا كلنا بنجاهد وكلنا في الميدان بنجاهد حتى بولس رسول نفسه قال أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا وقال له إدرس كلام الله وده شيء مهم يقوله إعكف على القراءة إدرس كلام الله عشان نفهم أني الأب الأسقف والراعي وكاهن وخادم هو على مستوى شخصي بيجاهد برضو وبيدرس في كلام رجبنا يقوله متأهبا لكل عمل صالح يقول إعكف على هذا في وقت مناسب وغير مناسب خمسة وأخيرا بقى يقوله خلي بالك أنت المسؤول عن كنيسة فيقوله وابخ عز انتهر تيقظ احتمل المشاقات وفي النهاية بقى ينهي الرسالة بفكرة لطيفة جدا يتكلم عن نفسه يقوله قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان في الآخر ودع لي إكليل البر الذي يهبه لي قال له جهدت الجهاد الحسن دي عقيدة أكملت السعي عقيدة حفظت الإيمان عقيدة ودع لي إكليل البر عقيدة العقيدة يعني إيه بقى ما تسلمناه من أباء الرسل عشان كده أرجوكم وإنتوا بتقرؤ الكتاب المقدس اسأل قول أنا استلمت الكلام ده من الكنيسة أنا بعيشه إزاي النهاردة اللي منكم عنده وقت كفاية يقرأ رسلتين بولوس رسول القدسة المساوس هيقدر يستنشق رائحة الكنيسة وهيقدر يستطعم السورة والسمر الحلوة اللي سلمها بولوس رسول القدسة المساوس لإلهنا كل مقدور كرامة من الآن وإلهنا كل مقدور كرامة من الزلوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة